فكرة السعي ما احنا برضو مأمورين بالسعي انا مسلم انه كل شيء لله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار ماشي ما عنديش مش بلد بس طب انا بقى فكرة السعي هربطها بدي ازاي ما انا مأمور بالسعي تمام طيب خلانا اتفق وده بقى ده مش كلام يوحرك عارف ده كلام الامة وفي الاصل النبي صلى الله عليه وعليه وطبعا المصدر رب العباد هو على الحقيقة ان ربنا امر كل واحد فينا بتمام السعي وكأن الموضوع كله في الدنيا دي دورك ده كله انك تسعى وليس للانسان الا ما سعى يعني لها زوايا كتيرة ومعاني كتيرة وان سعيه سوف يورى فانزل سعى بكل طقتك عشان تحصل اللي تتمناه بس هل ده حال القلب لا هو عليك هم مصارين متوازين ماشيين جنب بعض انا بسعى وكأن بسعي هحقق كل حاجة عشان ده امر رب العالمين ليه اصلا لو ما عمرتش الارض بقى انا ما جيتش صحيح لو ما اشتغلتش وتعت وبنيت وسعت وشاركت حضرتك في شغلك وكنت طالب مني حاجة عملتها لك وذاكرت فامتحان كل واحد بقى في دوره وكل واحد في وجوده في حياته فانا بس على الآخر وبعمل كأني انا بنقش وبكتب تاريخ الدنيا مش مستقبلنا بس ده حال عقلي وجسدي الاخذ بالاسباب والسعي حال العقل والجسد طب ايه حال القلب ان السعي ده في حد ذاته نعمة من الله وهو السعي ده نعمة من النعم أصلا هو مين اللي وفقني لهذا السعي هو مين اللي ادني القدرة والطاقة والنفسية والأفقار والقوة الجسدية لن نسعى الله مين الفاعل أنا ولا هو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ربنا هو الفاعل الله هو الفاعل على الحقيقة يبقى سعي ده في حد ذاته اللي الناس بتسقف لي وتسقف لحضرتك وتسقف للناس عليه السعي ده ده بشطرتي ربنا هو الفاعل فالسعي ده نعمة تستحق الشكر يا الله ومفرداتها كل مقوماتها من طاقة من قدرة من قدرة عقلية من توفيق ونجاح أهلني ان انا اشغل وظيفة معينة كل واحدة من دول فيها آلاف النعمة لتستحق الشكر طبعا حاجة أصلا السعي ده تشريف ان انا يكتب لي ان انا يكون لي دور في النفع حتى لو هنزل اشيل الكوباية دي انقلها عشان حاجة تعرف تصور انا عملت دور انا لي اضافة صحيح ان ربنا جعل لي دور وجعل لي قيمة ده تشريف من الله لي ده استحق ان انا بقى انا اعمل كل حاجة لو انا مستشعر المعنى اه انزل اسجد على الفرصة اللي ربنا ادهالي في الدنيا ان انا يكون لي اثر ونفع عشان اكافع عليها في الاخرة انت تتعم معي كده الله ربنا سبحانه وتعالى انت فتح لي ببني اوكد صحيح يعني يولهنك كل شيء ويثيبك عليه لو احسنت كمان الزبط كده فهو السعي نعمة ونعمة كبيرة ونعمة تكفي ان الواحد يبقى ساجد وخاشع ومستشعر ليل ونهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة